وكل فكرة أو كل مشروع يقوم فيه يتناقط مع أوانين السماء وأوانين الأرض سأحاسب عليه، سيعقود ذاك السيد وسيطلب مني أن أؤدي له حساب مش عملت به المال حطيته فيه معايدة إنجيل الوزنات اللي بيقول للرب مش هناك بدهم يفهموا كل شخص عم يتماده بيشهره اليوم وعم يتبهها بسرقاته بردوم الفساد اللي عم يعمله بققر المجتمع اليوم أنا بحس بردوم عم معبر هلأ لأنه فعلاً عنا حرقة قلب وهلأ بذكر على هايكي بس عين صغيري كيف عم نعيش نحنا اليوم تعرفي شو قهرنا؟ منشوف السلطة عنا ممنوع لهم تصيد من عدنا البسط، من عدنا نعيش ببحروحة، من عدنا نتحكم من عدنا يكون عنا آخرة نقتل نرتاح فيها من عنا سن الشيخوخة، من عنا التأمين سرقة طمان، منع عنا إنا نقدر ولقمة العاش اليوم، لاي لبنان بدي يكون بالتعتير شو نقصنا ما بيكون من الدول الرائي شو نقصنا؟ أحلى طبيعة عنا، عنا أسكى شعب عنا مؤسسات عم تطلع ناس بس يسافروا لبرا عم يبدعوا تبلاب لبنان عم بيخرجوا، لأن عنا سلطة فاسدة خدي مثلا متى بتقلق كيف مأهورين يعني البنوعة عم نفوت هلا على قصة هذه البنوتاز قلنا نعملها ولأنه من برنا فعلا تلاليوميال هي مكان بيعبر عن صنخة الإنسان بدون بعض سياسي بتعجب أنا مثلا قلنا أشهر بداش صار في ناس عم يتموت من وراء سبالي أول شي ما عم بقره فيها المالاريا والأعصم شيء الـ H1 والأوبئة في أطفال كتير ميتوا لأن جربوا أي مثل جديد كان يقول اليوم نعم بيمروا أنه سبالي وباء أول شي صار منتشر بالهواء وصار خرق الأرض ضراب لنا القبار ونبوعة قلن أشهر أشهر وراح نفوق السنة بكرة عم بيحلوا مشكلة سبال مع بترحل معهم شو المشكلة كل دول العالم اليوم الزبالي بالنسبة لقلها مورد عيش مورد ربح يقال أنه أغمياء اللي بيشتغلوا بهالمجال هيدا الزبالي اليوم بتطلع مساري للدولة عنا نحنا مفيات صرفوا معقولة بتسعة سنين صرفين مليارين ونص على زبالي واليوم زبالي بالضرقات ما عم نقدر نتخلص منها قالوا بدون يرحلوا لزبالي وكلفتن الشغلة تلتميت وتسعين دولار الطون إيش يا شخص هذا الأغر عم بيحكي عنه إيش يا شخص أك مرة عم بيسموه على التلفزيون قال يا عمي بثمين دولار برحلة وبنضي مع الدولة بن جزائي إذا خلاتوا لقونه والدولة قيلة بسنة وثمينة تشهر بدلت ترحيله أنا بسنة باثنعشرة شعر بكون خالص لزبالي بثمينين دولار عطل عرض للدولة المعامل الورو فيه هذا أغر مين بيقدر يطالبهن ها المفروض قدام هالكلام القضاء كله يتحرك ويحاسب القضاء ممسوط برضو عم بيحكي هالله لم تتحرك القضاء قدام الخبرية أولاد ذات الوقت سبالي مش هدين نتخلص منه بديكت قليلي ما فيه وسائل ما فيه أساليب فيه أساليب كتير الدولة ما معنا صاري أغنى دولة لبنان أكبر ضرائب وأعلى سعر فتورة كهرباء وأعلى سعر تليفون وكل شي غالي فيه صنفة بيروت الثامن مدينة بالعالم من المدن الغالي شو يعني مينفكرين هالله هنو عم يتلسسوا بآخر الناس هيدا القهر مفكرين انه قلتلك انه القضاء على الأرض لقتينهم وما حدا بقدر علينا مش عارفين انه هاي الطاقة والسلطان العطاهن هي الرم هايدي سلطة مال سلفني لما نوقف يسوع الدين بيلاتوس قاله عارف عندي سلطان احكم عليك او دفلتك بتطلع في يسوع قاله لم يكن لك علينا سلطان لو لم تعطى النفاق معناتك كل سلطة على الأرض أعطيت من الله سيلفي شم هيك مصدرة هيدا العمل اذا بدك هيدا جاهل أهرونه وعم يؤهرونه وما زالوا ومفكرين انهم كمشين مش عارفين أكبر أباطرة لأن كانوا ظلين بلحظة بس اجت ساعتهم هروا متل الغبرة بتضرب الريح شايف الغبرة بس تضرب الريح تنتظر ما تتوقعوا تشوف أزارة وانا ويتطلعوا بزعباء كتير بدول غيرنا كيف بلحظة بس اجت ساعتهم نزلوا لأن ما في ظلم بيدوم بدون يعرفوا الناس انه في الله ونحنا تحت نظره ويوم الايام راحين لعنه وتنقدي الحساب ترجمة نانسي قنقر